اهلا بكم قال الصحفي الفلسطيني محمد القيق ان اطلاق سراحي يعد انتصارا كبيرا على الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول تنغيص حياة الفلسطينيين وقال القيق الذي افرج عنه بعد ستة اشهر من الاعتقال الاداري خاض خلالها اضرابا عن الطعام استمر 94 يوما قال انه اضطر للاضراب رفضا للاعتقال الذي يقبع بسببه نحو 700 اسير من دون سند قانوني ولا شرعي واشار الى انه اراد نقل صورة الجريمة الاسرائيلية للعالم ووجهت تحية للاسراء المضربين عن الطعام مشيرا الى انهم يخوضون معركة التحدي والصمود ويعمل القيق مراسلا تلفزيونيا وهو متزوج واب لطفلين اعتقلته سلطات الاحتلال نوفمبر 22 الماضي من منزله برام الله ولتصليط الضوء على معركة التحدي والصمود التي خاضها القيق بامعائه الخاوية وما تعرض له خلال فترة اعتقاله الاداري يسعدنا ان ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعية من الخليل الصحفي الفلسطيني المحرر الزميل محمد القيق مرحبا بك محمد ونبارك لك الانتصار على السجان والاحتلال مرحبا بك وبكافة المشاهدين وابارك لك ولكل المشاهدين هذا الانتصار لانه لكل حر في العالم حقق هذا الانتصار ستة اشهر من الاعتقال الاداري خطة خلالها معركة لمعاء الخاوية لمدة 94 يوما وصفت هذه التجربة الرائعة رغم قسوتها في حوار مع وكالة الاناضول كيف تصفها لنا وتحدثنا عنها مما لا شك في أنها تجربة صعبة وتجربة كبيرة وطويلة إلا أنها جاءت باختصار كبير لأيام الاعتقال التي كانت متوقعة وقررها الاحتلال قرر أن يكون هناك ثلاثة أعوام من الاعتقال الاداري فإذا بها بفضل الله عز وجل بانتصار الأمعاء الخاوية أصبحت 35 إلى 36 يوما فقط هي ضيفا على الأسرة في سجن نفحة الصحراوي الذي نوجه لهم التحية الآن وبالتالي هذا الانتصار يضاف إلى معادلة الإرادة الفلسطينية النابعة من الثقة بالانتصار والثقة بنصر الله عز وجل والثقة بالحق لأنك صاحب حق وبالتالي الذي أمامك والذي يخضعك لهذا الاعتقال هو على باطل لا يوجد لديه أي سندات قانونية لا يوجد لديه أي مبررات حتى على مستوى الشارع الإسرائيلي أو حتى على مجتمع الدولي فبالتالي هو في موقع ضعف وأنت في موقع قوة وبالتالي أمامك الخاوية حققت هذا الانتصار الصحافة ليست جريمة لكن يجريمها الاحتلال الإسرائيلي تجريمها الأنظمة المستبدة أيضا في عالمنا العربي ما التهم التي وجهت إليك أنت محمد الزميل الصحفي مما لا شك فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول في كل مرة يتم فيها اعتقال فلسطيني بغض النظر عن مهنته يحاول أن يضع التهم الكبيرة على هذا الفلسطيني حتى يبرر الاعتقال سواء محليا أو دوليا ويظهر نفسه على أنه ليس مخالفا أو متجاهلا للقوانين الدولية الذي وجه إليه تهم متعددة كان أكبرها القيام بتشكيل خلايا لكتائب القسام التابعة لحماس أيضا فعاليات تنظيمية وإدارة بعض الدعايات الانتخابية للجامعات الفلسطينية بالإضافة إلى ذلك ذهبوا باتجاه التحريض الإعلامي وهو بيت القصيد في كل هذا الاعتقال بالتالي التهمة التي ذكرتها هي تهم كبيرة يحاول الاحتلال من خلالها أن يصل إلى إقناع الأسير نفسه بأن يعترف على شيء بسيط ولو كان يحاول أن يبسط هذه التهم بأنها تحريض وأن الحكم عليها قليل التحريض الإعلامي الذي يريده الاحتلال أن يبقى وأن يصبح ديدا في كل المحاكم الإسرائيلية هو أمر خطير جدا يجب أن يرفضه الكبير والصغير في الشارع الفلسطيني لأنه لا يوجد تعريف قانوني أو مصطلح قانوني محلي أو دولي التحريض في الإعلام الدفاع عن حق الشهداء والأسرة ليس تحريضا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ليس تحريضا الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة دوليا ومحليا وسماويا ليست تحريضا وبالتالي الاحتلال يحاول تسويق كل ما يريده لحفظ أمنه على أنه تحريض حتى لا يبقى لا كلمة حرة ولا كلمة مقاومة ولا كلمة رافضة للظلم ولا حتى أصلا صوت يهمس ولو بخفة عن المجريات التي تحدث في فلسطين أنا تترقم معك أيضا عن دور العائلة وخاصة زوجتك الشريكة والزميلة أيضا الزميلة الصحفية في دعمك على الاستمرار في هذا الإضراب عن الطعام حتى تنتزع حريتك فيحاء لديها هي عبارة عن كنز وفتح هذا الكنز الباب المهم في الساحة الفلسطينية وعلينا جميعا أن نفهمه جيدا هذا الوجه للمرأة الفلسطينية الذي نريده وجه المقاومة وجه الثبات وجه شراكة في مواجهة الظلم لا نريد نساء دموعهن تسبقوا الكليام لا نريد بواكي نحن نريد نموذج فلسطيني نسوي يواجه الاحتلال يصمد ويصبر ولدينا الكثير من هذه النماذج سواء السابقة أو الحالية وبالتالي تعزيز هذا النموذج جاء هذه المرة على يد فيحاء التي كانت وكأنها هي المساندة والإسناد الرئيسي وهي الداعمة لهذا الإضراب وليست هي التي تفقد الزوج وتفقد الأطفال وتفقد الأيام الحلوة التي عشناها سويا ذهب الضمأ وذهب التعب وذهب الإرهاق وذهب الخوف بصبرنا بفضل الله عز وجل وصمودنا أنا وفيحاء ومن حولنا وبالتالي نحن الآن مع بعضنا البعض وسنعود لأيامنا الحلوة بانتصار وبعزة وبكرامة وهذا ينعكس على موقفي في الكتابة والتحليل السياسي الذي لن يتراجع بل سيتعزز بأن ظلما يجب أن يعرى مهما سأسماه الاحتلال تحريضا أو مهما أسماه الاحتلال أنه إرهابا هذا الظلم يجب أن يتعرى ومهنتي كالصحفي وكمحلل وكمراقب علي أن أفضح هذه الجريمة مهما كلفني الأمر من ثمن ليست أمعاء خاوية وفقط بل أعلى من ذلك أنا مستعد حتى يكون صوت الكلمة الحرة والإعلام الحر هو وجه فلسطين وليست إعلاما تافها أو إعلاما دونيا لا يرقى لمستوى الشعب ومستوى طموحات أهالي الأسرى والشهداء وأهالي الرباط في القدس والداخل المحتل وغزة طيب محمد الإضراب عن الطعام هو الحل الوحيد الذي وجدته حتى تنتزع حريتك لكن هل بات الآن مطلوبا من كل أسير في سجون الاحتلال أن يمر بنفس هذه التجربة القاسية حتى يحصل على نفس النتيجة ويحصل على حريته في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد شيء بالمجان ولا يوجد شيء يوهب هذه التجربة عززت لدي قناعة بأن الكرامة لا توهب وأن وهم السلمية مع هذا الاحتلال على طريقة الاحتلال وليست على طريقة الفلسطينيين لا توهب لك أي من حقوقك هذا الحق الطبيعي للفلسطيني أن يعيش على أرضه ولم يرتكب أي مخالفة لم يرتكب أي جريمة وبالتالي لماذا يعتقل لماذا يقتل لماذا تقام عليه الحواجز لماذا تقام المستوطنات تهدم المنازل تصدر الأراضي يمنع من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وكناسة القيامة كل هذه الإجراءات الصهيونية المقامة على أرض فلسطين تجعل من الضغط النفسي على المواطن الفلسطيني يبعده إلى كثير في أفكاره ومخيلاته في مواجهة الظلم وبالتالي ما يجري من حصار لقطاع غزة وما يجري من تهويت في القدس وما يجري من عنصرية بحق أهالي الداخل المحتل وما يجري من معاناة للفلسطينيين في الضفة الغربية كلها إرهاصات تدفع الفلسطيني قول كلمة الحق للمقاومة الفعلية العسكرية الشعبية السلمية في الكلمة الحرة هذا يعني أن هناك أسرى وبالتالي لا يوجد من يدافع عن الأسرى بحق وبجدية على المستوى الدولي وكل المؤسسات الدولية مقصرة بشأن الأسرى الفلسطينيين وبالتالي يسكح وهنا أسألك محمد إلى إي مدى الحراك الأعلامي من قبل إما الإضراب الجماعي وخطوات الجماعية وإما الإضراب الفردي الذي يخص باعتقال لده إلى أي مدى الحراك الأعلامي من قبل الصحفيين ومؤسسات أعلامية أحرج الاحتلال وساعد على نيل حريتك ومن مطلوب من هذه المؤسسات ومن الصحفيين حتى يحصل كل أسير وكل صحفي معتقل على حريتها أيضا أنا أشكرك على هذا السؤال لأن هذا هو محور الملف بأسره الاحتلال الإسرائيلي تفاجأ مفاجأة كبيرة من حجم التغطية الإعلامية لمعركة الأمعاء الخاوية التي خطها والتي حقق فيها الإعلاميون الانتصار الأول هم الإعلاميون هم الجنود المجهولون الوكلات القنوات الإذاعات الصحف مواقع التواصل الإنترنت في كل زوايا المحلية والدولية كان هناك للإعلام كلمة في هذه المعركة حتى أن ضباط المخابرات أشاروا لهذه النقطة بأنهم تفاجأوا بشكل كبير جدا عما جرى في الإعلام من انتصار لهذه القضية وكان ضغطا كبيرا أثر بشكل مباشر على الاحتلال في أن ينهي هذه المعركة ولو على حسابه وحساب معتقداته الوهمية انتصرنا كسر الاعتقال الإداري بكاميرا ومايكروفون وقلم كسر الاعتقال الإداري بحالة من النفير والاستنفار في صفوف الصحفيين وغطت كل أنحاء العالم إذن يعني أن الاحتلال بات يدرك أن الفضيحة أكبر بكثير من التعامل مع شخص محمد أو غير محمد من الصحفيين والإفراج عن محمد هو الأمر الحتمي والطريق الوحيد لدى الاحتلال بعد أن وضع لنا الطريق الوحيد وهو الاعتقال الإداري المسلط على الرقاب الفلسطينيين بشكل عام وخاصة الصحفيين في الآونة الأخيرة نتحدث عن أكثر من 19 أسيرا صحفيا بينهم أسيرة صحفية سماح دويك من القدس المحتلة وغيرهم وعمر نزال العضو العام من النقابة كل هؤلاء الآن هم إما بتحريض إعلامي أو تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي هذه التهم البسيطة التي من خلالها يعتقل إداريا الصحفي لأشهر وسنوات كذلك الفلسطيني بشكل عام لا يوجد علاج لها إلا بأمعاء خاوية بعد أن فشلت المؤسسات الدولية وفشلت الهيئات الدولية في لجم الاحتلال وإجباره على احترام الاتفاقيات الدولية التي تقرب حرية التعبير وتمنع هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني وكنت قد وصفت في حوار مع وكالة الأنضول الاعتقال الإداري بأنه مقبرة الأحرار والكتاب والصحفيين كيف يستخدموا الاحتلال الإسرائيلي في محو شهاداتكم أنتم الصحفيين الفلسطينيين الحرصين على أن تظهروا للعالم جرائم الاحتلال في الزاخل يعني كيف يستخدموا الاحتلال ليمحو هذه الشهادات للأسف الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذا الاعتقال بازدواجية في التعامل مع الفلسطينيين كيف ذلك؟ هذا الاعتقال الإداري الفئة المستهدفة فيه هي المثقفون النخبة في الشارع الفلسطيني أصحاب التأثير في الجامعات في المدارس في الميادين في الشوارع العامة في الهيئات في داخل الأندية في كل مرافق الحياة الفلسطينية من يؤثر يعتبر من النخبة سواء صحفي كاتب مؤرخ عضو برلمان غير ذلك وبالتالي يتم الاعتقال الإداري له وهذا أصبح هاجسا كبيرا لدى الفلسطيني وهي محاولة نفسية على كل هي محاولة نفسية ينجح في بعضها ويفشر في بعضها كيف هي محاولة نفسية؟ هو يعتقل إداريا ويبقي صوت وسيف الاعتقال الإداري مسلط على الفلسطيني بأنه إذا تحرك خارج النطاق من تحريض أو غير ذلك فإنه يعتقل إداريا وبالتالي يبقى البعض صامتا لا يتحرك ورغم ذلك يعتقل وحينما يعتقل ويوجد في السجن يمنع من العمل لخدمة الأسرة في السجن ويمنع نفسه ويدخل على قلبه بعض الضعف النفسي بأنه إذا عمل كثيرا في السجن لخدمة الأسرة فإنه سيمدد في السجن وبالتالي لا يعمل في الخارج ولا يعمل في داخل السجن ويبقى نوع من التجميد له النفسي التلقائي وهذا هدف نفسي من قبل الاحتلال لما يسمى بالاعتقال الإداري يجمد الناشط والنخبة في الخارج وفي حال دخوله من السجن يجمد صاحب النخبة نفسه حتى لا يتم تمديده إداريا وهذه بوابة دوارة وتعتبر بالفعل مقبرة للكفاءة مقبرة للجهد مقبرة لتنمية الفكر والعصف الفكري في داخل الحركة الوطنية الفلسطينية وفي داخل النخبة الفلسطينية ابقى معنا الزميل محمد الآن تحول إلى الزميل حسام لمتابعة أهم ورد على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع إليك حسام شكرا لك سارة إذن حملات مواقع التواصل الاجتماعي كان لها وقع كبير وتأثير كبير أيضا في الحملات المطالبة بالإفراج عن محمد القيق وقبل ذلك في التعريف بقضيته وإدرابه عن الطعام من أبرز هذه الهاشتاكز الحرية لمحمد القيق وبعد ذلك انتصر القيق كانت هذه بعض الهاشتاكز التي انطلقت في ساحات التواصل الاجتماعي قبيل الإفراج عن الصحفي المحرر ننتقل الآن إلى بعض التعليقات التي وردت على صفحتنا على فيسبوك بخصوص حلقة اليوم واستضافة القيق أماني كتبت نتشرف نحن أبناء اليمن نقول لكم ألف مليون مبروك والحمد لله على سلامتك الله ينصركم ويحفظكم ويثبت أقدامكم عمر الغالي ألف مليون مبروك وعبال كل مسجون تحت قبضة الاحتلال وعبال أهل سوريا أيضا كتب أيضا أو كتبت صابرين الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله يا رب عبال الإفراج عن جميع الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي مصطفى عبال تحرير الأرض والإنسان من غطرسة الاحتلال الصهيوني إن شاء الله إلى تويتر سريعا أبو بكر كتب سلامات للزميل الصحفي محمد القيق إسلام هنيئا للإرادة حريتها والعقبة لباقي الأسرة القيق حرا هاشتاغ آخر أيضا أماني كتبت فرحانا ونشوف الابتسامة والفرح على وجه فيحاء زوجة البطل محمد تحياتي له من الجزائر كما كتبت أماني هبا كتبت أيضا من غزة هكذا ينتصر أسرانا بالإرادة القوية والصبر على الجوع هو السلاح الأقوى في وجه السجان وفي وجه الاحتلال نعود من هذه التغريدات والتعليقات إليك سارة مجددا شكرا جزيلا لك حسام وبطبع لكل من شاركوا معنا ونعود مجددا إلى الزميل محمد ألقيق محمد الحمد لله حصلت على حريتك الآن لكن ما زال هناك صحفيون فلسطينيين معتقلين وأيضا في مصر صحفي معتقلين وفي دول عربية عدة ما المطلوب من زملائهم الصحفيين الأحرار وأيضا من المؤسسات الأعلامية لدعمهم ولإصال صوتهم حتى يحصلوا أيضا على حريتهم مما لا شك في أن التقاء الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية مع الاحتلال الإسرائيلي في كبت وقمع النخبة من أبناء الشعوب وكذلك الصحفيين هذا دليل على أن الاحتلال والاستبداد وجهان لعملة واحدة والضحية هي أصحاب الكلمة الحرية وأصحاب الحق وأصحاب الرأي الحر الذي ينادي بوقف الظلم والاستبداد والاحتلال المطلوب الآن من الصحفيين بشكل عام بعد هذا الانتصار الذي هو انتصار لهم بالمناسبة هذا الانتصار بفضل الله عز وجل هو مهدى للأسرى في سجون الاحتلال للداخل للقدس للضفة لغزة للأمة العربية والإسلامية لكل أحرار العالم وهذا باسمي وباسم الصحفيين أنا أهديه إلى هؤلاء إلى أحرار العالم كلهم لأن ما حققه الصحفيون في هذا الانتصار وهو انتصار مشترك وشراكة فيه واضحة من خلال هذا الحجد وهذا النفير أو الاستنفار الذي ذكرناه قبل قليل من أداء الصحفيين هذا يفتح الباب على ملفات جديدة بإمكان الإعلام العربي بشكل عام أن يسلط الضوء عليها ويعري الجلاد فيها وينصر الضحية يفتح الباب على أفق جديد واستراتيجية جديدة بأن الكاميرا إن لم تكن منتصرة وصاحبة همة لن تستطيع أن تنقل صورة لإنسان يطلب الحرية الكاميرا الحرة تنقل صورة لإنسان يطلب الحرية ومن ثم ينال الحرية أما الكاميرا التابعة والكاميرا المستبدة لن تستطيع أن تهب حرية وهي ناقصة هذه القيمة كيف ستساهم في الفترة القادمة في نقل معاناة زملائك الصحفيين الأسرة في سجون الاحتلال مما لا شك فيه أنه ليس فقط الأسرة الصحفيين الذين يجب أن نركز ونهتم بهم في المرحلة المقبلة هناك أسرة وأنا ضمن العلاج الطبيعي ما أمضيته في مستشفيات الاحتلال أكثر من أربعة أشهر وعشرون يوما في المستشفيات وما تبقى من هذه الفترة من ستة أشهر هي خمسة وثلاثون يوما قضيتها في سجن نفحة وبالتالي مررت في مستشفى الرمل ورأيت المعاناة للأسرة هناك رأيت معاناة منصور موقدي رأيت معاناة بسام السايح رأيت معاناة الكثير من أولئك والأشبال والفتيات المصابات والمارضات والمرضى بشكل عام أيضا معاناة الأسرة بشكل عام أحكام المؤبدات والأحكام العالية والاعتقال الإداري بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين هناك عدة جرائم مركبة ومزدوجة في داخل الجريمة كبيرة اسمها سجون الاحتلال اسمها مقابر الأحياء اسمها مقابر ظلم لأسر وزوجات وأطفال ونساء يعيشون بحثا عن أمل وحرية لأولئك الأسراء القابعين في السجون وبالتالي المطلوب حتى أن تقارير محمد تحدثت عن أكثر من 650 انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين التقارير تحدثت عن عدد رقم كبير من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين كيف يمكن مواجهتها فلسطينيا وعربيا إذا تحدثنا على صعيد الرسمي الفلسطيني فيجب أن يكون هناك موقف جدي واضح في نقل معاناة الصحفيين إلى المستويات الدولية خاصة وأن السلطة الفلسطينية باتت عضوا في الأمم المتحدة وباتت تنضم إلى المؤسسات الدولية وهذا يربك الاحتلال إن تم الفعل الجدي للانضمام ولم يتوقف على الوهمي أو ما يسمى بالشكليات إذا تم الخوض فعليا بشكل رسمي في محاسبة الاحتلال على الجرائم بحق الصحفيين سيكون هناك إحراج وتعرية للاحتلال على المستوى الدولي وهذا سيكون رادع للاحتلال بأن يقلل أو يتوقف عن هذه الهمجية بحق الصحفيين على الصعيد الشعبي وكذلك الصعيد النقابات هناك ما يعرف بالضغط الشارع ضغط الكاميرا على الاحتلال يعني صورة بسيطة تستطيع أن تفضح الاحتلال كما حدث مع الشهيد عبد الفتاح الشريف الذي رسلت الكاميرا كيف قام الجندي بقتله غير ذلك من الأحداث تجعل الاحتلال يرتبك من الكاميرا رسمت خيوط الأمل والعزة والكرامة لكل صحفيين محمد أهمل الوقت شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الزميل الصحفي الفلسطين المحرر محمد ألقي كنت ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من الخليل الحمد لله على سلامتك وشكرا جزيلا الفلسطين المحرر